السلام عليكم إزاي الحال؟ إزايكم؟ في الحقيقة أنا اليوم هاتكلم في موضوع يعني بابتكر إنه مهم جدا بالنسبة للسودانيين وأتمنى إنه الناس تكون حضرة الحلقة عن التدخين وأضراره وده موضوع الليلة مرتبط بالقصة دي اللي هو موضوع التبق، سوري، النيكوتين الغير مدخن يعني نحن ما قاعدين نستعمل الكلام ده كده لكن ده اسمه العلمي أو كده smokeless tobacco اللي هو الطرق أخرى لاستخدام التبق والحصول على مادة النيكوتين ويدخيلية ما يعني ما مستغرب إنه الناس عرفت أنه هاتكلم عن شنو لأنه حكاية دي عندنا عادة منتشرة جدا في السودان واللي هو الشكل اللي عندنا في السودان اسمه التنباك ونحن مشهورين بيه بالمناسة أقول لك التنباك السوداني طيب يعني شنو smokeless التباكو أو التبغة الغير مدخن يعني إنت بتشريد الشجرة بتحت التبغة دي بتعمل لها معاملات معينة وبدل ما تعمل منها سيارة يضطر الشخص يحريقه عشان يحصل على المواد الفعالة في التبغة يستخدم طرق أخرى للحصول على هذا التبغة اللي هو مثلا في غالب الأحيان بيستخدموا التبغة بعد ما يتم تحضيره في شكل عجينة رطبة كده اللي هي زي التنباك بتاعنا دا والحكاية دي ما موجودة بس عندنا في بلاد أخرى يعني مثلا السويد السويد عندهم نوع من السفة بسموها سنس سنس زي قريبة من حقتنا بس في فريق في التركيبة زي ما أنا حنقش لكم بعدين يعني المواد اللي بيستخدموها شوية مختلفة ولكن هي نفس الفكرة بيشيروا برضو السفة بتاعاتهم اللي بيخطوها بين الشفة واللسة إذا كان تحت هنا أو فوق هنا وفي بلدان كثيرة طبعا فيها يعني وحتى هنا في أمريكا عندهم حكاية التشوينغ توباكو تشوينغ اللي هي مضغ التبغة كده يعني في نوع الثاني أنواع بيعملوها في شكل بدرة والناس بيستنشغوها زي ما يستنشغوا الكوكين والهيروين والهيات دي يستنشغوا التبغة دي ما دي أقل انتشارا يعني ما شديدة خالص ولكن دي غربية الأنواع وطبعا يعني جاست كمعلومة إضافية النكوكين دا موجود بصورة مصنعة ونظيفة في شكل لبان في شكل سبري حاجة بيستخدموها في الأنف يعني حاجة رزازية كده أو عبوة بتستخدم زي الرزاز في الأنف بتديك تبغة وكذلك في الباتشيز اللي هي اسمها نيكوتين باتشيز طلستيقة كده في الجلد وتديك نيكوتين بصورة تدريجية يبقى نيكوتين دا للحصول عليه هو ما ضروري الناس تستخدم التبغة المصنعة دا مضروري لا شكل سجائر ولا شكل سفة يعني ولكن هي عادة منتشرة وعادة عندها عواقب صحية ولازم الناس يتكلموا عنها طيب هو منتشر لياته درجة خلونا نركز على التنباك أنا حغار بينه بين الاسنص السويدي لكن السح في اللحظة دي خلونا نشوف التنباك دا منتشر قدر شنو قال لك انه في 60% من البيوت السودانية لازم يكون فيها علق الفرد واحد بيستخدم التنباك وفي دراسة اخرى اكتشفوا انه في من 4 ل 10 مليون سوداني بيستخدم التبغة ودين نسبة كبيرة اذا عرفتنا ان احنا عددنا كله كما و40 مليون يعني ربع السكان بيستخدموا التبغة او بيستخدموا التنباك دي حاجة كثيرة يعني طبعا معروف انه في قبائل ما عندها العادة دي في قبائل في كردوفان وكده ما عندهم العادة بتاعت استخدام الهناء لكن منتشر في قبائل اخرى ومناطق اخرى في السودان ماذا نبتدي ليه حربة عنصرية لكن دي حاجة يعني لوحظت برضو يعني طيب كيف بيحضروا كيف بيحضروا التبغة دا او بيحضروا التنباك اول حاجة لازم حاجة تعرفوها عن النبتة بتاعة التبغة اللي بتستخدم لصناعة التنباك هي النبتة مشهورة بانه نسبة النيكوتين اللي فيها نسبة عالية جدا كدي اشوف لكم اسيمة اسمها نيكوتين راستيكا دين احنا بنزرعها في غرب السودان تتزرع في السودان يعني نيكوتين راستيكا دي مقارنة بباقي الأنواع من أشجار التبغة نسبة النيكوتين فيها عالية جدا في ناس بيقولوا تسعة مرات مقارنة بالتبغة اللي هنا في أمريكا دا واللي كدا يعني نسبة عالية جدا من التبغة وده زي ما هنشوف بعدين بيزيد من مشاكل المرتبطة باستخدام النيكوتين وبيزيد الإدمان للحكاية خلالها بيري سترونغ الإدمان بيكون قوي جدا لهذه المادة في البداية كده مقارنة بباقي أنواع السفة في العالم أول النيكوتين اللي هم موجود في شكل غير مدخن التنباك بيتميز بالنسبة عالية جدا من النيكوتين طيب بعدما يجيبوا الشجرة دي بيخلوها طبعا الشجرة التبغة في طريقة كده للتعامل معها بهين وبيخلوها تخمر شوية كده وبتاع يعني ما بيشيلوها بيكتعوها من هين الطوالة بيستعملوها لا بتتعرض لبعض التغييرات عندهم طريقة معينة للتعامل معها فبيشيلوا هذا التبغة وبيضيفوا له طبعا مواد كيميائية ويخلوه يخمر من ضمن المواد الكيميائية بيضيفوه هذه اللي هي العطرون اللي هو التركيب الكيميائي بتحته هو صوديم بايكارب صوديم بايكاربونيت الشكل الموجود في السودان هو العطرون العطرون ده العادي ده بنستعمله في الملاح وفي البداء يضيفوه للعطرون بيمر بمراحل بتاع التخمير وبعد ذلك طبعا يعني الحكاية ما مقلنة خالص كده يعني ممكن نضيفوه أي حاجة يعني يمكن الدناية الأساسية التركيبة الأساسية هي التبغدة ولكن نحن ما هارفين بعد ذلك بيخدوه في شنية كل زول عنده التخمير بتحته أو عنده الرسيب بتحته يعني مبتكر ما عارفة والله ولكن لما يحللوا سامبولس مختلفة من هذا التنباك لقوا إنه بيحتوي على مواد إضافية بتؤثر أو بتزيد من سمومية هذا النوع من التبغ يعني مثلا لقوا إنه فيه كمية كبيرة من المعادن السقيلة لقوا فيه كوبالت لقوا فيه زئبق لقوا فيه نحاس لقوا فيه كده يعني فيه كمية من هذه المعادن موجودة في تركيبة هذا التنباك وطبعا ما في زول بمشي يضيف نحاس ولا زئبق لكن دي بتجي من عملية التحضير نحن ما عندنا مصانع يعني نحن عندنا ناس بيعملوا في بيوتهم بيعملوا في مختبر كده قاعدة أوضة وورا البيت ولا حاجة ما ما حاجة يعني مغننة ولا عليها رغابة ولا أيش حاجة كده بس كل زول عنده فنه وطريقته يعمله والناس يجي يستعملوا يعني بعدين لما انحللوا برضو تركيبة كيميائية بتحته اكتشفوا أنه فيه أنواع مؤينة كده من البكتيريا ثلاثة أربعة أنواع بكتيريا أني يوجول يعني ما بكتيريا موجودة فينا بصورة هنا يعني بكتيريا نوع مخصوص يعني ولكن من أهم الحاجات اللي بخصوص التنباك ده إنه فيه مادة مرتبطة بالنوع من النوع التبغة اللي بيستخدم لبنى الشجرة مخصوصة اسمها نايتروس أمين نايتروس أمين دي مواد كيميائية مصرطنة كل أنواع السفة والسفوفة والصنفة والحاجات الموجودة في العالم فيها النايتروس أمين لكن احنا كمان النايتروس أمين الموجود في التنباك ده يعتبر مصرطن جدا فأسيلا لو جينا نتكلم بس عن تركيبة التنباك أول حاجة تحضيره وتصنيعه لا يخضع لأي رغبة وما بيزور عارف فيش نزعته في الحاجات دي الحاجة الثانية الشجرة اللي هي بتزرع في دارفور بالمناسبة اللي بتعمل منها هذا التنباك نسبة نيكوتين فيها عالية جدا مقارنة بباقي أنواع الأشجار التبق في العالم يعني أوكي؟ والحاجة الثالثة أنه بيحتوي على كمية من المواد الإمبوريتز يعني الحاجات الشوائب يعني من ضمنها معادن ثقيلة ومن ضمنها أنواع من البكتيريا والبكتيريا دي طبعا طالما أنت بتعرض الخلطة بتحتك دي لتخمير ولحاجات زي دي يعني حتى تدخل بكتيريا أوكي؟ ومن الكيميائيات اللي بتطلع أو بتكون موجودة مع هذه الخلطة حاجة اسمها النايتروسامين أو النايتروسامينات دي عندها القدرة على إنها مادة مصرطنة ببساطة يعني وتعتبر مصرطنة جدا بذات النوع المعتن باقي دي يعني طيب يبقى هو دي الطريقة رفلة كده اللي بيعملوا بها ودي المحتوى بتاعه كده لما نجي نقارنوا بحاجات شبيهة في العالم ونغلمتكم بأنه في حاجة اسمها سنس في السويد برضو منتشرة جدا من المناسبة يعني تقريبا ممكن سبعين في المئة من الرجال السويدين بيستعملوا حاجة فري هنا عين ولكن تختلف في شنو أول حاجة التبغ المستخدم تبغي خفيف ما فيهم النيكوتين ده ده اللي بيجيبوه من أمريكا من هنا من الحيطات تانسبريجينية والحيطات اللي بيزرعوا فيها التبغي دي وكمية النكوتين اللي فيه قليلة جدا مقارنة بحاجتنا هنا النوع النيتروس أمينات اللي أنا تكلمت عنها دي اللي مصرطنة دي مختلف هي برضو مصرطنة ولكن تختلف ولا توجد فيه الكيمية الكبيرة من الشوائب طيب ايه هالحاجة اللي بيتميز هذا النوع من التبغ يعني كونه مثلا بدل ما يستدخنوه بيستعملوه بالفم الحكاية دي عندها اي فوائد صحية يؤسفني اقول ايوه عندها فائدة صحية اللي هي انه لما ذكرت ليكم عن التدخين قلت التدخين لما تحرق النيكوتين بتطلع مواد كيميائية كثيرة جدا جدا بتعملات انشيط او كده وهذه المواد غالبيتها مصرطنة ومسببة لامراض في مناطق مختلفة واستنشاغ الدخان عن طريق الرئة بيعمل تأثير في الرئة بضرها وبيعمل يعني عمليات بتاع التليوف والتهابات في انسجة الرئة وفي النهاية الشخص ينتهي بامراض خطيرة جدا مزمنة في الرئة يبقى الامراض الرئوية دي ما بتحصل مع التنباك وكذلك سرطان الرئة برضو ما بيحصل بسبب استخدام التنباك ولكن المعلومة دي لا تقلل من الخطر الصحي بتاع استخدام التنباك التنباك فيه شوائب كثيرة وفيه مواد مصرطنة وفيه نيكوتين كثير ونحن عندنا امراض مرتبطة باستخدام النيكوتين اول حاجة مادة ادمانية قوية جدا وذكرت لكم عن الكلام ده وهنا لما انت تستخدموا بالطريقة دي وزي ما قلت لكم الشجرة اللي بيعملوا بنا التنباك دي الكمية بتاعت النيكوتين بتاعتها عالية جدا فا ادمان شديد دي واحدة من المشاكل الحاجة التانية الطريقة بنستخدم بيها اللي انه تخدت بين اللثة والشفة السوفلة او العليا اوكي التأثير بتاع المواد كيميائية على الشفة وعلى اللثة وعلى الاسنان وعلى كده تأثير كبير جدا فبيضر بهذه الانسجة وبيزيد من خطر اصابة بسرطان الفم وعملوا بحث بخص يعني حكاية سرطان الفم في السودان لقوا ان واحد وثمانين في المية من الحالات بتاع السرطان الفم مرتبطة ارتباط مباشر باستخدام التنباك فالناس طلاحي سحيط تدي يعني انه اي نعم انا ما اتكلمت عن التدخين قلت برضو بيزيد من خطر اصابة الاصابة بسرطانات الفم والحلقوم والحنجرة والرئتين ولكن انت هنا بتتعامل مع طريقة في استخدام هذا التبغ والكيميائيات بتاعته بتكون موجودة لفترات متفاوتة داخل الفم والحيطة تؤدي الى التقرحات وفي النهاية التقرحات تتسرطن وتعمل سرطان في الفم فابغى مشكلة سرطان الفم اكبر بكثير مع استخدام التنباك وكذلك في بعض السرطانات الاخرى بعيد من الفم زي سرطان المريض برضو اكتر مع التنباك سرطان البنكرياس اكتر مع التنباك ولكن السرطانات الاخرى احنا قلنا القولون والكليتين والما بعرف المثانة والشنودي ما كثيرة خارس ما زي مدخنين يعني طيب في تأثير تاني فريد مرتبط باستخدام التنباك بالذات بفترة طويل اللي هو اكتشفوا ان مستخدمي التنباك لزمن طويل وبصورة مزمنة معرضين لمشكلة انخفاض مستوى الكورتزول ودي حاجة فريدة جدا بس مرتبطة باستخدام التنباك ما عنده علاقة بالتدخين والكلامات التانية وعملوا على الحكاية دي بحثوا اكتشفوا انها فعلا حقيقية ويا جماعة انخفاض الكورتزول ده يعني بيعمل اعراض ما اعراض بحيث انه تدفعك لانه انت تجري للدكتور ولكن طول المدة وانت عندك انخفاض الكورتزول بيكون عندك اعراض مثلا زي احساس بوهن عام ضعف انخفاض في الضغط لون جلدك يبقى داكن شوية شهيتك قليلة انخفاض في الوزن يعني حاجة دي لانها ما بتحصل فجأة وبتحصل بصورة تدريجية الناس ما بتلاحظ ذاتوا انه في مشكلة ولكن الكورتزول ده من الهرمونات المهمة جدا للحياة من غير الناس ما بتعيش بالمناسبة والحاجة التانية في الكورتزول هو طبعا بتفرز شنو بتفرز القدة الكذرية القدة الكذرية دي موجودة فوق الكليتين القدة الكذرية دي هي لتركيبتك في حاجة ما ما حصلت حاجة للغدة الكذرية ذاتها لكن افراز الكورتزول نزل ما هو المعدل المطلوب عشان انت تقدر تفنكشن او تشتغل بصورة نورمال ودي حاجة مزمنة اوكي زي ما قلت اليكم الهرمون ده اول حاجة اساسي ومهم لحياة الانسان والحاجة التانية انه في بعض الهرمونات الاخرى من الغدة التانية غدة صماء اخرى تعتمد على وجود الكورتزول بنسبة سليمة عشان تقدر هي زات تأثيرات الهرمونية تعمل في الجسم زي مثلا الغدة الدرغية الغدة الدرغية بتفرز هرمون اسمه السايروكسين الغدة الدرغية دي السايروكسين ده ما بيشتغل وظيفته مهمة جدا بالمناسبة في الجسم ده مع وقته يعني لكنه وظيفته مهمة خاص السايروكسين ده ما بيشتغل إلا يكون في كورتزول لحسم يكون في كورتزول حاهم في الجسم وحيجي يوم من الهيام نتكلم لكم الكورتزول ده بعمل شنو وظيفته شنو والكترة فيه بتعمل شنو والقلة فيه تعمل شنو لكن تذكروا بس حكاية دي قلت الكورتزول نتيجة لاستخدام المزمن للتنباك انا صراحة كانت حاجة مفاجئة بالنسبة لي لما كنت بعمل في البحث يعني عشان الحلقة دي طيب تاني فيشنو الامراض المرتبطة بالنيكوتين ودي ذكرناها لما احنا اتكلمنا عن التدخين ذكرنا انه امراض القلب والشراين السكتات الدماغية زيادة القطورة في الإصابة بالسكر وضغط الدم زيادة الوزن برضو بعمل سمنة تاني شنو وحتى بيزيد بيقصر عمرك النيكوتين ده بيقصر العمر في حاجة اسمها بريماتيور ديس اوكي وبعدين السرطانات اللي بتجي نتيجة لاستخدام النيكوتين التبغ والنيكوتين حتى يعني علاجة علاجة ما ناجح بالقدر اللي لو اصبت لسبب اخر يعني لو جاك سرطان في الفم ليد وانت ما مستخدم للنيكوتين او للتبغ ما زي وما شديد زي داكة وبعدين بيستجيب العلاج افضل طيب يبقى مشاجل صحية كثيرة يعني و يعني حاجة ما ما بناين حاجة غير حميدة للاستخدام من ناحية صحية يعني وحتى من ناحية اجتماعية يا جماعة يعني الريحة والمبعرفيش والنظافة بتحت الفم والحاجات دي دي حاجة برضو الناس تتذكر يعني اذا كنا نغاري استخدام التنباك بالتدخين بنعتبر ان استخدام التنباك من ناحية صحية افضل على الاقل انت ما بتأذي الناس الحولك بالتدخين السلبي او السالب والحاجة التانية نسبة الامراض اللي ناتجة من استخدام التنباك اقلها والحاجات اللي ما بعملها هي سرطانات الرئة والشعب الهوائي والحاجة ما بعمل امراض الرئة المزمنة ما بعمل بعض السرطانات الاخرى زي مثلا القولون الذي لا يقول اجتباط بينه القولون، المثانة، الكليتين الحاجات دي ما فيه ولكن مرتبط بسرطانات الفم وده في زيادة شديدة يعني لمستخدمي التنباك بعدين سرطان البانكرياس وسرطان المريء بعمل انخفاض في الكورتيزول وده حاجة يونيك فريدة فقط للتنباك ده وبعدين ادمان شديد للنيكوتين ونسبة عالية جدا من النيكوتين انت لما يكون تستخدم النيكوتين بالطريقة المرتفعة دي نسبة الاصابة بالامراض المرتبطة بالنيكوتين بيبقى اكبر طيب يبقى الحكاية بتاعت استخدام التنباك ده النفس ما تتعمل معها لأساس انه انا بس لجيت اخواني وهبوي وان ما بعرف مين بيستعملوا فيه وانا قمت استعملته تراي انك تطلع منها نفسي حكاية الاقلاع عن التدخين الاقلاع عن التنباك وزي ما قلت تريكم في 2007 بالنسبة للناس العايشين في برسودان يعني النيكوتين ده اللي هو ده المادة الادمانية النيكوتين هو المادة الادمانية في هذا في التنباك ده الا إذا الناس اللي بيجعلوا في التنباك ده الان بيضيفو لي حاجاتان يا انا ما päعرفاها لكن النيكوتين هو المادة الالي بتؤدي الادمان والاستمرار اني الاستعمال يوجد انواع مظيفة للنيكوتين شكل لبان شكل حبوب مص شكل بخاخ في الأنف أو شكل ممكن تساعدك إنه إنت تدريجيا تخلي العادة دي تترك وبعدين الحاجة اللي بتقلق تاني إنه يا أخي بيخدوا شو شو أنتم بعد دا يا أخي تعرفين عارفين فعج بزور قاية كدي ضارفة ما دريكم وإداكم لها وإنتم بتخد طاقة غشومكم طيب يا جماعة شكرا ديكم هي دي ما حلقة طويلة لكن مفتكر إنها مهمة لأنه موضوع دا موضوع منتشر في السوداني يعني وكذا ومرة تانية بالله يشتركوا في الغنى لو سمحتوا يعني بالله رجاء أن يشتركوا في الغنى أنا مست يعني حاستمر في هذه الحلقات وبعمل أكتر من حلقة في اليوم قدر ما أقدر أعمل حلقة في أي موضوع بعملها ولكن ساعدوني بالاشتراك في الغنى شكرا ديكم شكرا ديكم